اشتركوا في القناة لدراسات الاستراتيجية وأحد أهم براكز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن وكان بول سالم قد عمل كمدير مركز كارنيجي للشرق الأوسط منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى عام 2013 وتتناول أبحاثه ومنشوراته العلاقات الإقليمية والدولية للشرق الأوسط إضافة إلى قضايا التطور السياسي والدمقرة في العالم العربي وقبل انتمامه إلى مؤسسة كارنيجي في عام 2006 شغل الدكتور سالم منصب المدير العام لمؤسسة فارس وفي الفترة الممتدة من العام 1989 وإلى 1999 أسس وتولى الدكتور فارس إدارة المركز اللبناني لدراسات الاستراتيجية والذي يعتبر الرائد في لبنان من بين مراكز الأبحاث والتي تعنى بالسياسات العامة ابقوا معنا في هذه المقابلة بدي رحب فيك معي اليوم فول سالم حضرتك نائب رئيس المركز الأبحاث التابع لمؤسسة الشرق الأوسط تمام أهلا وسهلا فيك وأي الجمهور اللي عم يتابعنا كمان أول شي حكينا شوي عن الميدل إيس انستوت على عملكون طبعا أنتم مؤسسة كبيرة يعني فيها جزء مركز أبحاث هي مؤسسة عمرة تقريبا سبعين سنة تأسست بواشنطن بعد الحرب العالمية الثانية أنا انضميت فقط من سنة أنا كنت ببيروت عم دير مركز أبحاث تاني اسمه مركز كارنغي للشرق الأوسط كنت هناك لسبع سنوات جيت إلى واشنطن من سنة وانضميت للمؤسسة هاللي اسمه معهد الشرق الأوسط فيها ثلاث أقسام فيها جزء يلي هم مثل مركز أبحاث اللي أنا بديره يلي بيهتم بالشؤون السياسية بالأخص السياسي الخارجي الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط منتابع كتير أكيد أوضاع سوريا أوضاع العراق لبنان مصر ومنطقة بشكل عام وقد ما فينا منحاول نأثر على الرأي العام وعلى صناع القرار بواشنطن وبعواصم أخرى الجزء الثاني من معهد الشرق الأوسط هو جزء يتعلق بتعليم اللغات بالأخص اللغة العربية في مكتب عريقة وكبيري مكتبي في كتب العربي وبالتركي وبالفارسي بيستفيدوا مننا طلاب وباحثين من الولايات المتحدة ففي شيء يعني ثقافي إذا بتحبيه وفيه كمان مجلة علمية اسمها مجلة الشرق الأوسط منتليست جيرنل يلي هي موثوقة للباحثين والأساتيزي بشؤون الشرق الأوسط كمان عمرها ستين سنة تقريبا التصدر الجزء الثالث واللي هو جديد هو جزء فني ثقافي في مشروع لبناء مثل معرض فن عربي بالمؤسسة بيكون المكان الوحيد بواشنطن اللي في عروض لفنانين عرب وكمان نستضيف فنانين بالموسيقى وبالمسرح العربي يعني فيه شئ ثقافي غير الشئ السياسي والبحثي فالتمام يعني لكم دور كبير في واشنطن بيعني إيصال الصورة الصحيحة عن الثقافة العربية أو الشرق الأوسطية بشكل عام من مختلف الخلفية يعني بشكل عام منحاول نكون مثل صوت عربي بواشنطن وبالولايات المتحدة المعهد فيه كتير ناس من المنطقة من المعالم العربي من تركيا من إيران وكمان فيه أكيد كتير أمريكان بالمؤسسة اللي بيتعاطوا بالشأن الشرق أوسطي تماما مؤسسة مستقلة لا تتوخر ربح يعني مثل هالمؤسسات العريقة بالولايات المتحدة المواقف اللي الباحثين بياخدوها هي مواقف هن بياخدوها بكتاباتهم المؤسسة كمؤسسة ما بتيخد موقع فيه أشبه بجامع فيها باحثين وأصحاب رأيه بس كمؤسسين بس بشكل عام بيف علاقتكم مع الإدارة الأمريكية الحالية يعني العلاقة يعني الإدارة الأمريكية والنظام السياسي الأمريكي إجمالا منفتح بمعنى أنه الأمور اللي تنكتب إما إذا هي مؤيدة أو معارضة لسياسة الحكومة إجمالا فريق عمل الإدارة بيقرأ هذه الدراسات وبيلخصها وبيجرب يستوعب مننا أمور معينة نتواصل كتير مع ناس بالإدارة مثل ما غيرنا بيتواصل معهم لأنه عندهم هالعادي بالحكم بأمريكا أنه يتواصلوا وياخدوا أراء مختلفة لعله هيدا من مراكز الأبحاث بسموهم كمان من بعض الجامعات اللي فيهم اختصاصيين بمجالات مختلفة هيدا بعتقد التجربة مهمة بالحاكمية أو بالحكم نحن بالعالم العربي مش كتير معاودين أنه الحكام يقرأوا ويسمعوا ويتشاور وحتى إذا الرأي مو يعني مغايد للرأي اللي هني يعني منه بس بنشعر أنه بآخر مرحلة مواقفنا وكتاباتنا عم بت إلا يعني بعض التأثير لأنه في مجموعة كبيرة من الخبرات بالأخص متعلقة بالمشرق العربي تماما بسوريا بالعراق وبلبنان وإلى حد ما بمصر وعم نحاول أنه نبدل رأي بهذه القضايا حديثا نضم لألكون السفير الأمريكي السابق لسوريا رابرت فورد طبعا هو له رأي مهم فيما يخص سوريا يعني هو من أعرق الخبراء في الشرق الأوسط في العراق وسوريا تحديدا وهو كان منه موقف يعني عمل الكثير من الجدل عن الإدارة الأمريكية بعد ما يعني انتهت مدة تعامله كسفير للولايات المتحدة وبنفسه افترته ستيفن سايمون وهو كمان كان مستشار للرئيس أوباما في فترة رئاسة الأولى وهو يغيى يعني على عكس رابرت فورد نظرته بخص سوريا تماما على أي أساس بتم اختياراتكم لماذا يعني رابرت فورد وستيفن سايمون أنا استدفتهم ببرنامجي في الفترة يعني الحقيقة أنه الاختيارات هي حسب باعتقد الإمكانية والجودي وخبرة الشخص مش مواقفه السياسية لأنه أنا بعتبر ونحن منعتبره يمكن غير مراكز أبحاث مننا بتتفق معنا يمكن مننا عنده مقاربة مختلفة أنا برأيي يعني الأهم بمراكز الأبحاث وبصنع القرار أنه يكون في تنوع بالرأي ممكن الواحد عنده رأيي قوي ممكن يكون غلطان برأيه أو ممكن يكون في ناحية ما انتبه له فالتنوع الاختلاف بالرأي التشاور النقاش هو يعني أهم من أخذ موقف معين والتصلب فيه إلى لا ما نهي أكيد السفير روبت فورد له دور كبير وعنده خبرة طويلة في كتير مراكز أبحاث كانت راغبة أنه ينضم لألاه هو يختار أنه ينضم لألاه يمكن لأنه عندنا هل إذا بديك هل بحاول نزاهة بكلمة كبيرة بس منا مسيّسين بالمعنى الرخيص إذا بديك فيه مراكز أبحاث تاب على الحزب الديمقراطي أو تاب على الحزب الجمهوري واضحين نحن نعتبر نحن مجموعة مهتمين بالتقدم بالعالم العربي نحن من المنطقة مقصمة كبير منها ممكن نختلف على تفاصيل موقف بمرحلة معينة ولكن منختار على هذا الأساس ما في شكل سفير فورد عنده رأي معين بالأخص بالموضوع السوري واستقال من الإدارة الأمريكية ومن السلك الدبلوماسي اللي خلافه مع البيت الأبيض حول سياساته بسوريا بالأخص علما أنه بعد ما ترك بالمرحلة اللي عم نعيشها اليوم باعتقد الرئيس أوباما بلش يغير بالمواقفه ويمكن هلأ صاير عم يروح باتجاه اللي كان عم ينصحوا فيه السفير فورد وعم ينصحوا فيه كتير ناس اللي أدركوا أنه لما فيه الحضرتك يعني اي أنا من فترة وحتى من أسبوعين ثلاثة يعني أكدت أنه يعني حل النزاع بسوريا ومواجهة الداعش إذا هذه هي القضية الأساسية اليوم بأمريكا هم داعش ما بينحل إلا مع مخرج سياسي للأزمة السياسية بسوريا اللي بتضم تشكيل سلطة جديدة بدمشق وقواعد سلطة جديدة ونظام جديد رحيل الرئيس الأسد بشكل أو بآخر وفعلا انتقال حقيقي ومشاركة حقيقية هذا أمر صعب ولكن الأزمة بسوريا من أزمة مجموعة إرهابية أتت من المريخ في أزمة بين أهل سوريا حول الحكم وعندما نشأت الأزمة نفسها بالسنة الأخيرة بالعراق ضغري كان يعني أدرك الجميع أن الرئيس المالكي غلط وعليه أن يعني يرحل ويجي رئيس حكومة جديدة وهو متوقعت حضرتك بمقالة كتبتها من سنتين بأن وقوف المالكي مع الأسد سيدفع ثمنه فيما بعد بأنه سيخسر السلطة في العراق وقوفه مع الأسد ومواقف الأسد المستمرة بالتشدد وأغلاط ارتكب الرئيس المالكي بالداخل العراقي مع الفئة السنية بالبلاد ومجموعة من السياسات التي فعلا أدت بسنة العراق أن ينتفضوا داعش أجت واستفادت من الانتفاضة بس هي عمليا انتفاضة ضد الحكم المركزي تحت الرئيس المالكي اللي كان فيها كثير الأخطاء طائفية إلى حد بعيد وخلافاته مع سنة العراق ومع أكراد العراق يعني في فرصة اليوم مع الرئيس العبادي والحكومة الجديدة فرصة بعد ما تحققت كل حزوزها فيها أمامها تحديات كثيرة ولكن هذه فرصة أنه ترجع العراق يرجع العراق يعني يشكل مشاركة فعلية بالسلطة ويرجع يستلم زمام الأمور الأمنية ويرجع يسترد المناطق اللي داعش اليوم عم تتحكم كم فيها بالعراق على الأقل ننجح بس لموضوع سوريا اليوم في تصريحات منسوبة للرئيس أوباما طبعا ضجت فيها السين أن والفاكس نيوز والإعلام الأمريكي بشكل عام تقول بأن هناك نوع من أن المراجعة بالرأي يعني إعادة النظر في الخطة الأمريكية حول مواجهة داعش عبر طبعا أن الحل في العراق وسوريا يجب أن يبدأ بزوال نظام الأسد هو تصريح كبير ولكن لم يعد أحد يصدق الإدارة الأمريكية للأسد موضوع التصديق وعدم التصديق يأتي بعدين بس بكل دولة يعني ممكن تتطور السياسات وتتاخد تدابير جديدي باعتقد هذا التصريح يعني يأتي لعدة أسباب أولا يعني كل حلفاء الولايات المتحدة به التحالف ضد تنظيم داعش كلهم عم يقولوله أنه أساس المشكلة بسوريا تشبه أساس المشكلة بالعراق أنه في مجموعة شعرة حالة مبعدة عن الحكم مش بس مبعدة يعني مسحوقة ومضروبة وتقصف وتبعد وإلى ما هنالك ودفع فيهم الأمر أنه قبلوا بتنظيم داعش بمكان تنظيم جبهة النصرة بمكان آخر بماكن أخرى يعني مجموعات مواقفة مقبولة جدا من ضمن المعارضة السورية بس أساس المشكلة بسوريا هي مشكلة سياسية بين أهل سوريا مع النظام الذي أبعدهم ولم يشرك ولبل يعني استعمل أساليب وحشية جدا ضد شعبه هذا الأمر كان معترف به كليا بالعراق من قبل ولاية المتحدة اللي قالت لن تتدخل ولن تساعد بالعراق إلى أن يرحل المالكة ويكون في حكومة فيها مشاركة فعلي ويعني إعادة تنظيم الجيش الوطني ومجموعة من التدبيرات أما بسوريا فرئيس أوباما يعني لم يأخذ الموقف نفسه بالمرحلة السابقة وفي أسباب لذلك الأسباب الأساسية أولا كانت أن الرئيس أوباما أصلا متردد بعودة الغرقان في وحول إذا بديك صراعات بالشرق الأوسط أتى إلى البيت الأبيض تحت عنوان الرئيس بوش أدخل وليك المتحدة في حروب طويلة عريضة بالشرق الأوسط أنا جاي تأسحب التدخل الأميركي ونرجعه على أوليك المتحدة فهذه سياسته بشكل عام اضطر أنه يرجع يتدخل بعد يعني بالصيف الماضي بعد تهديد على إربيل وتهديد على بغداد وإلى ما هنالك ولكن كان متردد أنه أن يعلن النظام الأسد أيضا كهدف عسكري أو كهدف أمن ويدخل بموضوع السياسي السوري وتحدي النظام ولكن كل حلفاء كانوا يقولون ما بتنحل أزمة داعش بسوريا إلا ما نتجه للمشكلة الأساسية اللي هي المشكلة السياسية ثانيا الرئيس أوباما كان معول على المفاوضات مع إيران وما كان بده يزيد إزعاج بالموضوع الإيراني أنه يعلن بشكل واضح أنه الولايات المتحدة سيتضرب بعض المواقع لنظام الأسد اللي هو مش بس متحالف مع إيران إيران عملية اليوم هي مسيطرة إلى حد بعيد هو نظام أسدي إيراني عمليا أصبح بسوريا الرئيس أوباما كان بده يتجنب هالموضوع آملا أنه يوصل لصفقة نووية مع إيران باعتقد صفقة مدرك بعد فشل المحادثات بمسقط بعمان أنه أمال صفقة مهمة مع إيران أصبح ضئيلي جدا باعتقد عم يحضر حاله ويحضر رأي العام لفشل هذه المفاوضات وآخر سبب للتحول بالموقف السياسي هو فوز الجمهوريين بالانتخابات النصفية وخسارة الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي بشكل مدوي والجمهوريين بالسياسة الخارجية كتير ركزوا على هالقضية من قضايا أخرى ركزوا أنه عدم يعني لا يعول على صفقة مع إيران حتى لو كانت صفقة ستكون صفقة مؤقتة وغير كاملة لا مجال التعاون الفعلي مع إيران لا بد من ضغط وضرب نوعا ما النظام بسوريا لدفع عجلة الحل السياسي وأقناع روسيا وإيران ولا بد من خروج رئيس الأسد وعلاج للموضوع السياسي في سوريا قبل هذا الموضوع ففي ضغط صاعد وكبير من الحزب الجمهوري ومن الكونغرس اللي ابتداء من الشهر القادم رح يكون كليا بيد الحزب الجمهوري فبعتقد هو عم يصطبق الضربات السياسية وعم يقول أنا اللي رح غير سياستي مشان ما يقال أنه تغير تحت الضغط يعني برأيك معناها يعني حسب يعني المعلومات اللي عم تعتني إياها بأن الصفقة أو الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي فشل يعني أكيد بعد في عشر تيام نشوف إذا فشل كليا ولا لا ولكن الأصداء اللي عم تجي أنه الصفقة جيدة بين هلانين لأن الموقف الإيراني بالنسبة له صفقة جيدة هي شيء وبالنسبة للولايات المتحدة صفقة جيدة هو شيء آخر والطرفين ما عم يقدروا يلاقوا حل وسط وما قدروا يلاقوا حتى بآخر مرحلة المفاوضات بعمان وفوز الجمهوريين كثير بأثر على تسويق أي صفقة مع إيران يعني لو ما فاز الجمهوريين كان أوباما حتى لو بصفقة رمادية أو مايعا إذا بدك مع إيران لو الديمقراطيين كانوا فازوا يمكن كانوا يقدروا بيع على الرأي لهم أو يعملها فوز يعتبرها نصف يعتبرها فوز أنه والله هذا يعني حققنا شيء ولكن الجو اليوم بالبلاد المتحدة بعد انتخابات وأجوال الحزب الجمهوري أصبح من الصعب جدا أنه أوباما يسوق الاتفاق اللي كان ممكن يسوقه من شهر فبعتقد كمان هو عم يشعر أنه قضية الصفقة مع إيران أصبحت بالنسبة له أصعب كمان أصعب ويمكن هلأ يعني أنه موضوع يمكن شلح موضوع السوري كمان كورقة ضغط على إيران أنه نتبه أنا فيني غير موقفة من نظام الأسد لأنه حتى اليوم كان عم يقول حتى البارحة كان عم يقول إحنا بس ضد داعش ما نضد وما راح نضرب نظام الأسد وكذا نوعا ما تريح الإيرانيين يمكن لقى أنه هذه يعني سياسة إراحة الإيرانيين عم تصلبون أكتر بموقفهم يمكن كمان في شيء من التكتيك يقول أنه إذا ما يعني سيارتونا بالموضوع النووي إحنا فينا انطال النظام بسوريا اللي بيطال حزب الله اللي بيطال كل نفوذ إيران بالمشرق بما يتعدى بغداد وبصرة بيكون ضربة ضخمة لإيران فيمكن كمان عم يستعملها بالطرفين أولا أنت يحمي حاله بالداخل الأميركي ونوعا ما يضغط على إيران لعل إيران تقبل بشروط مقبولة لأله شو توقعاتك بلدت فعل إيران؟ توقعاتي أنه الصفقة محتم بعتقد أصلا الموضوع بإيران معقد سياسيا بالداخل الإيراني بعتقد يعني الحرس الثوري واليمين الإيراني المتشدد ويعني موقف خمانئي بشكل عام هو كثير التشدد أولا تجاه العداوة مع الولايات المتحدة اللي هو يعني موقف أو عمود أساسي من النظام ومن إديولوجية النظام من الصعب أن تنتقل إيران خمانئي إيران الحرس الثوري إلى شريك أو إلى دولة عادية بعد دولة ثورية قائمة على هذه الأمور وما بعتقد أن الحرس الثوري واليمين والرئيس الخامني بدوا يعطي للبراجماتيين أو للمنصحة يمكن ما منسميهم المعتدلين ولكن وسطيين أذا بدك أنه يعطون هذا النصر السياسي الكبير وهذه الفسحة والمجال والفسحة اللي بيغير واقع إيران بالداخل أولا بالسياسة الداخلية وبغير علاقتها بدول الجوار والدول الماء يعني ثورة داخل الإيراني نهيكي عن موضوع النووي اللي هو موضوع تقنية فأنا بتوقع أنه ما حتزبط هذه المفاوضة بعتقد أن المنزار الإيراني هي كانت إما أنه يحصلوا على شروط بتريحهم الأمر اللي ما حيحصلوا عليه أو يكسبوا وقت كسبوا سنتين ثلاثة أربعة من الوقت بيتأملوا أنه يمددوا حتى إذا ما نجحت المفاوضات هني بيتمنوا أنه يمددوها بس بعتقد الرئيس أوباما اليوم مع فوز الجمهوريين صعب يرجع يمددها لو فاز الديمقراطيين كان بيقول يعطونا مزيد من الوقت الأجواء مقبولي من استمر وبعتقد أيضا اليمين الإيراني تعلقوا بسوريا ويعني ما حقول نظام الأسد لأنه أصبح نظام هجين نظام أسد نظام إيراني نظام حزب الله ما بعرف شو بنسميه مجموعة من القوى فاعل اليوم يعني من هو مستعد ولكنها تابعة لإيران ايه أكيد تابعة حليفة جدا يعني ما بعرف شو الأوصاف فاصل قصير ونعود مشاهدينا ابقوا معنا نعود مشاهدينا مع ضيفنا لحلقة اليوم من برنامج في المحور وهي مع بول سالم نائب رئيس المركز الميدل إيست للدراسات الاستراتيجية طرح المبعوث الجديد لسوريا المبعوث الدولي ديماستورا هدنة أو نوع من وقف إطلاق النار في حلب هاي المبادرة يعني لقت الكثير من الجدل وهناك اتهامات للمبادرة بحداتها بأنها تدعم وتساعد النظام السوري في حلب شو قراتك للمبادرة ديماستورا؟ يعني ما في شك أنه النظام كان عم يطرح غضايا من هالنوع منها كانت يعني بعد ضغط على مناطق أو إحياء في مدن وتجوعها وتعذيبها بعدين يقبلوا بنوع ما يسمى وقفة الأخنار أو نوع من هدنة فما في شك هذا الطرح لدى ديماستورا أخذك يعني فيه كثير من الجدل والمتحدي مش داعمة فعلا لهذا الخط حسب معا ما نشوف هون أنا بقراءتي يعني لو انطرح أو ما انطرح ليس موضوع جوهري لا الخط السياسي ولا الخط العسكري اللي عم يحصل بسوريا اللي يمكن يحصل يعني بالحرب الأهلية اللبنانية مرأ علينا وأنا من لبناني وعشت الحرب مرأ علينا شي 179 وقفة الأخنار يعني هذه بتحصل أنه أوقات ناس بتتعب من بدها ترتاح بس هذه بتفاصيل معارك وتطورات سياسية مستمرة ليست هي حل وليست هي قضية بحد ذاتها وليست حل بحد ذاتها وليست حل لا كل الناس بتتمنى وقف إطلاق نار الصراع مش حول إطلاق النار أو عدم إطلاق النار الصراع حول أمور سياسية بلشت بطالبة بالإصلاح وإلى ما هنالك تطورت إلى نوع من ثورة ضد النظام وتعديل جذري والآن دخل عليها عنصر جديد لهو عنصر متطرف إسلامي وإلى ما هنالك ولكن صراعات كلها سياسية بالمرحلة اللي عم نعيشها اليوم هي مرحلة يمكن يعني المعارضة السورية غير الداعشية وغير جبهة النصرة بموقع اليوم وبمرحلة ضعيفة ما في شك بالسنوات الماضية ما حصلت على دعم فعلي من الولايات المتحدة والولايات المتحدة ما سمحت فعلا بدعم كبير من حلفاءها وكأنه يعني مقصود وكأنهم لا يريدون حليف في سوريا يعني المقصود أنه الرئيس أوباما ما كان بده يتدخل بكل المنطق يعني ما كان عنده قصد مفصل قصده كان أنا ماشي وتارك وإلى الله يوفقكم هذا القصد يعني مش كتير أكتر بينهيك ولكن عام 2014 بالصف تغير واقع أنه الولايات المتحدة عادت وانجرت إلى المنطقة وعم تضطر تاخد مواقف يعني كل جمع عم نشوف مقوقف جديد متجددة متطورة حسب الظروف بس ما في شك أنه المرحلة اللي عم نعيشها اليوم هي مرحلة النظام وحلفائه وعندهم أكيد قوة معينة وعندهم سيطرة بين مواقع داعش وجبهة النصرة عندهم ظرف عم يستفيدوا منه وأخويه والمعارضة غير المتطرفة إذا بدنا نسميها عم تمرؤ بأصعب ظروفها لأنه مش مدعومة كانت فعلا والدعم اللي أعلن لإله من أشهر بعد ما أدى إلى شيء وسيأخذ أشهر قادمي وربما سنة أو سنتين والدعم اللي أعلن يمكن حرض جبهة النصرة وغيرهم والدغري ينقضوا عليها قبل ما حدا يدعمه تماما فنوعا ما إعلان الدعم كان يمكن ضربة مؤقتة لهذه المعارضة ولكن يعني بعتقد القضية فيها بعد كثير من التطورات وكثير من الزمن في حرب فعالية على داعش من نمزها الأمور حتتطور عام 2015 أنا قدرت من عدة أسابيع أنه الولايات المتحدة لابد رح تضطر أنه تشمل على الأقر ربما الطيران نظام السوري وبعض الأمور يعني يمكن منطقة حذر جوي رح تضطر تاخد تدابير حتى لو ما كانت بالأساس بتريد أنه تدخل به الشكل منطق الأمور رح يدفعها إلى هذه وعم نشوف باعتقد كثيرا نحكي عن التقسيم في سوريا أكيد البعض يعني بيرفض الموضوع وبيشكك بحصوله بواقعية يعني حصوله ولكن حتى النظام السوري يعني بيحكي عنه أكثر من غير أطراف في سوريا شو واقعية التطرح تقسيم سوريا كحل؟ ما بعتقد تقسيم رسمي قابل للقبول لدى الأطراف الإقليمية أو الدولية ما في شك أي سورية جديدة بعد يعني إن شاء الله ما تدوم الحرب طويلة نحنا بلبنان دامت 15 سنة وباللبنان يمكن بلد أسهل وأصغر بس بالنهاية ما في شك إنه أي سورية جديدة يعني يكون فيها كثير من اللامركزية يمكن يكون فيها أشكال من الفيدرالية يعني هالوحدة الجميلة اللي كانت موجودة باعتقد انفرط عقدة بالمرحلة هاي دي يمكن بده جيل جيلين تترجع تنبنى الفيدرالية واللامركزية مش عيب يعني هذا شكل من أشكال الحكم الزاتي والموجود في كثير أقوى الدول موجود في دول كثير نامية وحضارية التقسيم الرسمي بيتطلب قبول من النظام الدولي لأنه بدك من يعترف بهالواقع الجديد باعتقد النظام وإيران وحزب الله أولا مدركين إنه ما بيقدروا يرجعوا يبتلعوا المناطق اللي اتفضت كليا عن إيرادتهم ولا بدهم يرجعوا يستوعبوا كل هالجمهور اللي هو مناهض لقلهم استراتيجيا إيران بتفضل تحافظ على دولات صلبة من ما تقبل بالمشاركة بالحكم بدول مع آخرين بدول يعني بخرائطها الأساسية وبيعتقد يعني النظام بيجوهر وحزب الله بيجوهر وكمان بيقول إنه أنا بحافظ على هال هالمنطقة اللي شبه صلبي ما بيطمح إنه أخدوا المناطق الأخرى وبيعتبر هاي مناطق بياخدها داعش بياخدها تنظيم آخر ويستفلوا بحالا ولكن السوريين كمجتمع وسورية كاقتصاد وسورية كبلد مش ممكن تقوم بهالصيغة اللي يمكن بتريح إيران أو بتريح حزب الله بس ما بتريح السوريين ولا اللي مع النظام اللي بده بلد طبيعي ويعيش فيه ويربي ولاده ويعيش ويكون في باب رزق يعني هو النظام يتمنى الاستمرار والوضع كما هو اليوم يعني تجوع صلب النظام هلا فيه ناس بيعيدوا النظام لأنه خايفين أو بيعيدوا النظام لأنه يخافوا من داعش أو يخافوا من الفوضى ولكن يعني داخل وسط النظام السوري اليوم في كتير أصوات عم تحكي عن يعني انهيار النظام فعلياً في داخل مناطقه وسيطرته ليس هناك كهرباء ما فيه مي وقود للسيارة أهم أساسيات الحياة لم تعد موجودة في مناطق سيطرت النظام يعني يحكي عن أن النظام يأخذ مؤيديه رهائن لأخذ أموال من عائلاتهم قام النظام بالقبض على لؤية حسين وهو أحد معارضي الداخل يعني بين قوسي الداخل كان مقبول فيهم سابقاً لأنه حكي عن هذا الموضوع عن انهيار النظام الداخل وأنه ما لا يكفي أن يكون نظام بشار الأسد موجود في قصر اليوم وبضعة آلاف جنود يحمون القصر هذا ليس النظام هل هناك خوف بأنه إذا قام المجتمع الدولي بإنشاء منطقة الحذر جوي أو فعلاً بدأ التدخل لدعم المعارضة المعتدلة بشكل قوي وفعلي بأنه النظام سينهار من الداخل يعني النظام هو يعني مرأ بمراحل انهيار تدريجية من مش من اليوم يعني وعملياً إيران وحزب الله تحت إدارة إيرانية إجت وأنقذت النظام النظام كان عم ينهار عملياً يعني فاليوم منه نظام فقط هيك إنه والله في نظام بالشام وعنده بعض المعطيات لا يعني في دولة كبيرة اسم إيران وعنده حلفاء وعنده مليارات الدولارات وعنده يعني كمية من الأسلحة والمصالح وإلى ما هنالك دخلت وعم تحمي إلى حد ما وعم تحاول أنه هالمنظومة هاي ما بسميها نظام هالوضع هيدا يستمر يعني عناصر الانهيار موجودة من مرحلة من مرحلة قديمة باعتقد هاي كلها مؤشرات مهمة باعتقد الإيجابة بالموضوع أنه قد تشجع قد تشجع البعض داخل النظام أن يفكروا بحل لأنه بالنهاية مصيرهم هنه مش مصير الرئيس الأسد أو خيه أو بنعمه في مصير يعني ملايين من الناس اللي يمكن أيدوا النظام لأسباب معينة في قيادات يعني موجودة بالجيش بالنظام بالطائف العلوية وكذا كمان عم بفكروا أصواتهم مسموعة من حين إلى آخر بس ما في شك أنه نظام الأسد من 40 سنة يعني منظم بشكل أنه ما يخرج عنه أصوات نافرة وإيران اليوم أصبحت عندها مصلحة استراتيجية أنه ما تخسر موقعها ومصلحها بسوريا يعني رغم هذه الانهيارات الشي ما بيعني مباشرة أنه رح ينهار كله سوا الناس تعذبت من أول يوم الناس مصلحة راحت بيوتها تدمرت الاقتصاد نهار أنه عدي وانت ماشي آخرون أنه كمان يعني الكهرباء صلص يعني صلص أنه السورية اللي بنعرفها تم القضاء عليها للأسف بس بالحروب الأهلية ويعني نظرا لكل هالمصالح المتداخلة للأسف عذاب الناس مش أوتوماتيكية نبي يعني أنه وقج الحل ونهار نظام وصار فيه سفقة بس من هيك أنا بقوله غيري أنه يعني اللي الكل بيريده بسوريا هو خروج من هال أزمي الخروج بيطلب صيغة سياسية فيها مشاركة فيها الفئات والمجموعات والطواف وكذا بشكل فعال وكذا فعال ومنظم يكونوا ضمن يعني عقد سياسي جديد لسوريا جديدة وفي كتير ناس طرحوا أوراق بيضة ويجنافن طرح عدة مواضيع ومش أول بلد بيمرق بحرب أهلية وبيجر بيخرج منها ومنه لبنان اللي مرق بزروف ممكن يستفاد منها ولكن يعني اللي كان عم يحصل بين 2013 و2014 أنه النظام تقريبا وإيران وحزب تقريبا حسوا حاله أنه ربحوا وخلاص ما بقى في ضغط دول كبير وسيطروا على المناطق اللي بدون يسيطروا عليها بس بال2014 تغير شغل يعني أمرين تغيروا أولا سعود داعش اللي هي بلشت دمى بيد النظام وإيران اللي بنطلع لهم داعش بنخربط لهم اللابة وفعلا يعني قطعوا الطريق على المعارضة قطعوا الطريق على كتير إشياء ولكن أصبح مارد دمر يعني حكم المالكي لحكم الإيراني إذا بدك بالعراق وإذا كمان ده المستمر بده يجي على الشام وبده يهدد النظام اللي أصلا هو كان له يد كبيري بتحريكه بالأول هذا شي جديد وعودة أماركا إلى المنطقة هو يعني سعي هو مارد متردد ولكن هو مارد وبيكفيك إنه فيه أوباما نهار وياخد قرار بيغير كل المقاييس وهذا شي يقلق إيران بشكل كبير لأنه هي ما بتخاف من داعش أو من لاعبين صغار بتخاف من أمريكا وهذا شي يقلق روسيا لأنه كمان روسيا إذا رجعت أمريكا على المنطقة عندها بيكون اعتبارات كبيرة فأنا بتأمل أنه عودة أمريكا وحلفها إلى سوريا تحديدا مش بس بحض الضغط على نظام الأسد اللي ما بقى هو سيد موقفه يعني الرئيس الأسد ديوم رهيني كمان إنه إيران إذا هو بدي يفيله إيران ما بدي يفيل ما بيقدر يفيل عمليا إذا بده يساوم وهي ما بدي تساوم ما بيقدر يساوم فمن قضية نظام الأسد أو رئيس الأسد يعني الضغط اللي ممكن يحصل عبر الضغط على النظام بس هو عمليا ضغط على إيران على حزب الله على روسيا اللاعبين الكبار اللي متل ما قبله بالعراق مالكي منشيله منساعد بمخرج أن يحصل ذلك بسوريا اليوم يعني هذا بعيد المنال ولكن أنا برأي إذا ما كبرت ما زغرت متل ما بيقوله ما بتزغر يعني قريبا سنشهد نهاية المفاوضات أو مهلة المفاوضات الإيرانية الأمريكية شو حيصير شو حيكون يعني حيعلنوا فشل المفاوضات برأيك هيكون في أعلان لفشل المفاوضات بعتقد هيك يعني في الواحد يتكاهن بالتفاصيل بس متل ما شايفين ما رح يتفقوا أعلان الفشل يمكن الإدارة ما رح تصوروا أنه فشل يعني بالعنوان العريض حيقولوا أنه ما توصلنا لنهاية مرضيه يمكن يطرحوا استمرار معين أو سياسة معين بس عمليا يكونوا فقدوا المبادرة رح يطلع الصوت من الكونغرس الجديد اللي في مهلة يعني المفاوضات تنتهي بآخر شهر 11 الكونغرس الجديد بيجي بأول أو بمنتصف شهر واحد يعني في مهلة شهرين بس مع الكونغرس الجديد الأصوات حتكون خلص مفاوضات مع إيران جربنيها سنة ستين وثلاثة ما في منا جدوى جربتوا أنتوا يعني إدارة أوباما جربت عمليا تعاون وهدن مع إيران ونوع من تقارب كمان ما زبطيت فالحزب الجمهوري ويمكن أوباما يمشي معهم أنه خيجربنا هالطريقة بدنا نجرب هلأ طريقة تصعيدية يمكن يزيدوا عقوبات على إيران عم نسمع عم بلشنا نشعر أنه يعني ضغط على حليف إيران اللي هو النظام بسوريا حيكون موضوع كمان حي يعني يكون ضمن الطريقة طريقة تماما ويعني عقوبات ضغط على إيران بالموضوع النووي بكل المواضيع الأخرى لابي رأيك في يعني تخويف أكتر وتسليط ضوء أكتر على التطرف السني بينما التطرف الشيعي بالميليشيات يعني تقوم نفس الشيء بقطع الرؤوس ورجم النساء حتى الموت وإيران تقوم يعني بهذه الأفعال اليوم وتهدد الغرب والموت لأمريكا والموت يعني نفس الرسائل وحتى بشكل أقوى ومنظم أكتر ولكن لا تحظى بنفس التغطية ليه فيها الفرق بوجهات بالتغطية وبالخوف وبالتهديد بين التطرف الشيعيات أولاً واحد يعني للوضوح أنه بالنسبة للولايات المتحدة والغرب هني بيوضعوا حزب الله وبيوضع يعني بقائمة أرهاب وبيوضع إيران ودولته تدعم الأرهاب يعني بالشكل الرسمي الموقف واضح مستمر هلأ البابدك يعني تغفلي أنه الولايات المتحدة بتعيش تحت خيال أحداث 11 أيلول أحداث 11 أيلول 2001 كانت مجموعة معينة سائبة من طائفة معينة من مجموعة معينة طب التورط الإيراني بدعم القاعدة يعني لأنه في ضاكمات ورثائق لكن يعني إيران يعني واقع الأمر أنه أسم كبير الهجومات الفعلية يعني 11 أيلول هجومات بإسبانيا بلندن وكذا والقاعدة كتنظيم أخذ هدف ونفذ يعني عنده سياسي معينة أنه يستمر بضرب أهداف بالمنطقة أكيد عنه ويضرب أهداف يعني ضربوا عمان ضربوا بيروت ضربوا مصر بيضربوا كل الماء ومنهم أهداف وقعت يعني بأوروبا والليس إيران 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 أكيد بنعرف أنه كيف يعني حتى وقتها سحبت القاعدة من أفغانستان نصهم راحوا إيران وإيران استعملتهم والنظام بسوريا بيلعب بهذه القضايا كما مخابرة أخرى تلعب فيها إيران وحزب الله يعلن أنه أمريكا الشيطان الأكبر وإلى ما هنالك حزب الله يضرب إسرائيل من حين إلى آخر علما أنه من 2006 ما فيه ولا عملية ضربة إلا بعد شيء خفيف جدا وإيران وحزب الله رغم مواقفهم أنه أمريكا الشيطان الأكبر عاملية لم يعني واقع الأمريكا أسبابهم ما هجموا أمريكا بشكل مباشر إلا ببيروت في تفجير بمرحلة السابقة لأنه عمليا إيران إيران دولي وإيران تستعمل شعارات الموت لأمريكا تتفاوض مع أمريكا يعني مش موت لأمريكا هذا موقف للاستهلاك الداخلي دعم لحزب الله عمليا هو اللي ردع إسرائيل من ضرب إيران إذا إيران استمرت بالمشروع النوي فيعني إيران يعني استعمالة لهذه الشعارات في غاية أخرى من مورا ومنها منظمة هيك غير مش إنها منظمة فوضوية إنه ولا واحد بيخطر عباله بيروح بيضرب تمام إنه أعمال فردية يعني واقع الأمر إنه الغرب تعرض لضربات كبيرة وموجعة من جهات معينة فعنده حساسية حولها من هذه الجهات ولكن لماذا على النظرية بأن التطرف الشيعي في المنطقة يعني بأساسه طبعا هو إيران وطبعا الأفرع في حزب الله وغيره هم أيضا يعني سبب آخر لوجود التطرف السني في المنطقة لا مش سبب آخر سبب جوهري سبب أساسي بالأخص بسوريا والعراق تماما يعني بتقولي لي قاعدة اللي كانت بأفغانستان يمكن ما كتير العلاقة بإيران فيه ظروف يعني مش بس إيران بالمنطقة بس ما في شك إنه سياسة إيران بلبنان وبعدين بالعراق بعد نظام صدام وبأكيد بسوريا سياسة إيران وسياسة الحرس الثوري اللي هي سياسة قائمة كليا على نظرة فئوية على استبعاد ومش بس يعني استبعاد وضرب ولا كذا واستعداء وعدم قبول بفكرة أي مشاركة فعلية هو اللي يعني يعني دفع يعني أكيد بسوريا يمكن نظام الأسد أصلا من يامر رئيس حافظ الأسد كان عنده يعني سياسات داخلية صعبة كتير ولكن إيران بعدين شجعت ودفعت واليوم هي عمليا اللي بتدير سوريا واللي هي اللي يعني وراء الأزمة بسوريا واللي هي يعني أبعدت السوريين وبالسوريين السنة وحطتهم حطتهم أمام خيارات صعبة جدا كما أنه سهلت لداعش وغيره والعرا نفس الشيء إنه بدعمة للرئيس المالكي لما بتكون النظرة بأنه يعني للتخلص من الإرهاب السني والتطرف السني يجب القضاء على الإرهاب وتطرف الشيعي أولا في نظرة يعني أصلا النظرة النظرة الغربية الأساسية قبل 11 أيلول كانت عمليا بس بتركز على موضوع إيران التطرف الإيراني الإرهاب الإيراني حزب الله نظام ولاية الفقين نظام في قوية لهم يعني كان كل تركيز على هالموضوع هلأ ضربات 11 أيلول والصعود متعادة أكيد خلق وقاعة جديدة وهموم جديدة ولكن بعده الإدراك الغربي وأكيد الأقليمي أنه إيران مشكلة كبيرة وهي عمليا من أسس المشكلة اللي خلقت هذا التطرف بالمنطقة هلأ الولايات المتحدة والغرب ما بقى بواقع يقول أنه يمكن أول أيام الرئيس بوش كان في فكرة أنه بيقلبوا النظام بالعراق بعدين بيقلبوا النظام بإيران وسوريا كانت هيد المحافظين الجدد كان هيدا تفكيرهم هيدا العراق رح تكون سهلة جمعة 2-3 وبعدين التفت لإيران اللي هي الأصل الموضوع وحلفتها سوريا هلأ الأكيد الفشل اللي حصل إذا بدك يعني والتراجع الولايات المتحدة ما بقى إطلاقا شاعرة أنه هي بجو تفوت بحرب كبيرة لقلب النظام بإيران وإلى ما هناك صرنا عم نحكي على حيز أضيق يلي هو عمليا اليوم بين ضغط على إيران لحل سياسي بالعراق اللي شفناه مع نوري المالكي وغيره والآن اللي عم ينطرح يمكن بالسنة 2015 الضغط بسوريا وعلى إيران مش بس على الموضوع النووي ولكن يعني الضغط لإيجاد حل للأزمة السورية فعم نحكي اليوم عن تعاطي مع واقع أنه إيران باقي بالوقت الحاضر ما حدا عم يطرح أنه قلب النظام بإيران كان في أمال بال2009 أنه الثورة الإيرانية بعد الانتخابات تخلق تغيير مثل ما حصل بعد سنتين بمصر شي ما حصل يمكن الإيرانيين بكرة بيعملوا شي مثل ما حصل بدول العربية ولكن الغرب ودول ما بعتقد بوارد اليوم طرح موضوع أنه حرب على قلب النظام بالمعنى الكبير موضوع بعتقد بحصور بسياسات بسوريا والعراق ومحاصرات والعقوبات على إيران بالسياسة يعني والحرب الجزئية يعني مش حرب مش حروب شاملة بدي أسألك على الوضع في لبنان الشفية اليوم شو الحجم الحالي لجماعة 8 أذار بين المسيحيين لبنان يعني جماعة 8 أذار بين المسيحيين هنا أكيد المجموعة اللي مع الجنرال عون ميشيل عون ما هو حجمه يعني يمكن ما عنا استطلاعات دقيقة الواحد يقول بالرقم بس ما في شك أنه في نواة من المسيحيين أولاً للي مقتنعين بقيادة ميشيل عون وفي قص منه كمان مقتنع أنه التحالف مع حزب الله هو تحالف بالنسبة لقلهم زكي حزب الله أوي حزب الله حليف يعني أوي في قص من المسيحيين بيخاف أكتر من التطرف السني من ما بيخاف من التطرف الشيعي كمان هذا اعتبار فبشكله حالي يمكن هني ربع أو تلت يمكن الرأي العام المسيحي بشكل عام في جزء من الرأي العام المسيحي ملتزم مع أحزاب أخرى القوات اللبنانية حزب الكتاب وغيره ولكن معظم أو أكتر من نص الرأي العام المسيحي مش ملتزم حزبياً ويعني ينتخب حسب الخيارات اللي هي أمامه وعادة بتكون المنافسة بين هالمجموعتين اللي النواة الصلبة المؤيدة لأيهم ما بتشكل أكترية بس بيستميلوا بظروف معينة بحسب الظروف إما بترجح الكف بل اتجاه بمنطق معينة بدائرة انتخابية بس منافسة قوية بين المجموعتين ولا تزال قوية لا تزال قوية لا تزال قوية لأنه أكيد في كتير ناس يعني اشتكوا من تدخل حزب الله بسوريا ولكن في كتير ناس خايفين من سعود داعش وجباط النصرة بيقولوا حزب الله تعودنا عشنا معه كذا بس هاودي الجماعة إذا إجوا بيطعوننا روسنا بيشاردونا يعني ايه فيه فيه مخاوة فعلية فيه فيه في توازن بعده بالرأي العام باعتقد اليوم يعني كان في مبادرات روسية واقتصاد ببعض المعارضين السوريين ما بأزل عندك فكرة عن الشيخ معاذب 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 حصيب تماما شو بتعني هاي يعني روسيا رفضت أعطاء النظام السوري قربي مليار دولار ويعني هناك يعني نوع من الكلام عن حكومة يعني جامعة وتجمع بين القوى من النظام وقوى من المعارضة لأي درجة ممكن يكون عندها روسيا مصداقية اليوم في سوريا ما بعتقد انه يعني هي روسيا الاول يعني بالكلام يعني بغرف مغلقة كان دائما تقول الأمرين انه سوريا بالنسبة لها يعني دولة حليفة وعندها يعني ما بدا انه ينقلب النظام بشكل كبير ولكن بنفس الوقت بيقولوا انه هذه أزمة يعني سياسية كتير اتفاقمات والرئيس الأسد معرف تعطى معها واذا بيقدروا هني يلاقوا مخرج انه مش متعلقين بشخص الرئيس الأسد ولكن عندهم رؤية معينة لعلاقتهم مع سوريا تاريخيا فطرحهم لمبادرات منه أمر جديد كانوا شريك أساسي بجنف واحد وجنف اثنين بعتقد الرئيس بوتين كمان اليوم بعد اللي حصل بأوكرانيا وتباعده الكل مع الولايات المتحدة عم يجرى بيصور حاله كمان هو بقدر يجي يعني يشترح حلول لحاله ما بده الولايات المتحدة يعني هذا نوع من إعادة اعتبار لروسية بالنسبة لرئيس بوتين انه ماني مضطر انا تفاوض مع الامريكيين تلاقي حل بأوكرانيا وتلاقي حل بسوريا وبمناطق أخرى يعني الطرح في شيء من الإيجابية انه الروس يكونوا عم يفكروا فعليا بالشق السياسي ولا يعتبروا متى ما كانوا معتبرين متى التشهر انه خلاص النظام انتصار ما في داعي لاي سياسي ولا اي تسويه انه هي قضية نظام ضد ارهابيين ونحن مع النظام لا يعني اعترافهم وادراكهم انه هذه مشكلة سياسية وبدأ حل سياسي امر ايجابي ولكن بهالظروف وعلمها انه روسيا هي داعم اساسي ما عند المصدقية انه تعمل حل فعلي او حل نهاية طب انه ليه اليوم يعني ما بعتقد يقضية ليش اليوم اليوم بس بعتقد يعني اولا يعني روسيا ما ذكرت يعني رئيس بوتين عم يصور وعم يبني صورة روسيا بالعالم انه هي طرف عالمي كبير تقدر تتحرك عسكريا وبتقدر تتحرك سياسيا وبتقدر تبني وتغير بمسار الدول والمجتمعات لحالة فهذا نوع من طموح عنده ايه وعم يطرحوا على كل المنابر اليوم نزل على استراليا في مؤتمر الجي توانتي ونزل معه بوارج يعني واكبته بوارج حربية على ندوة مؤتمر يعني ما بتهلد بس عم يجري بيصور استعراض انه روسيا دولة كبيرة وإلى ادوار مثل ايام الاتحاد السوفيتي وتاني يعني بعتقد النظام هو كمان دائما بيقولوا اه لا انا منفتاح على حلول وكذا يعني بيستعمل هالكلام ولكن اكيد انا برأيي ما حاقدي الى نتيجة فعلية لانه نتيجة الفعلية بده تسوي فعلية وبده رحيل الاسد الملف الاخير بيسألك عنه هو تركيا شو قراءتك للموقف الحقيقي للتركيا اليوم يعني هناك الكثير من الاسباب لماذا يعني تركيا ما بده انه يتشارك بالحرب على داعش لانها يعني لا تتضمن ضرب الاسد ويعني الكثير يوافقونها على الرأي ولكن البعض الاخر يشكك بنية تركيا الحقيقية او موقفها الحقيقي يعني بعتقد الموقف التركي واضح وبي يعني هني بيعلنوا انه عمليا اولا عندهم هم كرديل كالدول الاخرى ما عندها ايه وما كتير بتعطي اهمية لانه ما عندها مشكلة كردية هني بنسبة لهم الحزب العمال الكردستاني هو قضية تاريخية وخطيرة وكبير كتير فلاكا في مفاوضات في مفاوضات بس يعني هني يعني باعتبار انه اللي كان عم يحصل بكوباني المناطق السورية انه حزب العمال الكردستاني عم يقوى وعم يتعسكر وعم يجع يتسلح وهني بدون يح عبر المفاوضات انه يدوب كتنظيم عسكري فاكيد في عندهم قضية معينة وهني بيقلوهم يعني ما عم بيخبوهم يعني هو عدوهم اكتر من داعش هني عدوهم بقراءتهم اكتر من داعش تانيا بالموضوع السوري كمان واضحين بيقولوا سعيد داعش يعني منظومة متطرفة ويمكن ما بتتناغم معنا بس اولا مثل ما انت ذكرتي بيقولوا ايه يعني نحن عنا مضطرفين وهني عندهم مضطرفين اساس المشكلة هو مثل ما انا بقوله غيري انه اساس المشكلة سياسية وهو قال اردوغان بعد ست شهر من محاولته انه يقنع بشار الاسد ويعمل تغييرات سياسية عمليا بدك حل سياسي بسوريا وعم بيقول انه انا مني مستعد يعني فوت بحارب ضد طرف يلي هو اصلا مش سبب المشكلة هو يمكن ظاهرة من من زواهر اساس المشكلة وعم يطالب بمنطقة حذر جوي عم يطالب لمعالجة الموضوع الكردي منطقة عازلة بيفوت عليها يمكن جيوش متعددة الاجناز ويمكن الجيش التركي بحلوا المشكلة الامن الكردي ولكن مش بقوى حزب العمال الكردستاني وعم يطالبوا انه ضمن اي خطة للدخول في حرب في سوريا ضد داعش بد يكون الموقف واضح انه بدنا الاهم شيء بسوريا هو يعني حل سياسي قبول برحيل الاسد قبول بتسوية تاريخية ساعة انه احنا وغيرنا ما نفوت اكيد داعش نحنا مش يعني نسبة لانهم ما بيحبزوه ولكن دعموه لغايات اخرى متل ما ما تقول الايران تدعم حزب الله وفلان بيدعم كذا وهني بقلوها اعلنان يعني ما عندهم حساسية كبيرة من من داعش يمكن البعض بتركيا يعني يعني بس عمقول الحكومي والرئيس اردوغان ما عنده حساسية كبيرة ولكن مع ذلك بلشوا ياخدوا التدابير الامني داخل تركيا لانه اصبح مشكل خطر عليهم عم يضبطوا الحدود اكتر مخابراتهم عم تشتغل داخل تركيا تيشوفوا مين من جماعة داعش ممكن يشكل خطر عليهم بس ما ننضد انه يتم استعمالهم بحرب بسوريا ضد طب حجر العثرة بموضوع المنطقة الامنة والمنطقة العازلة هو الولايات المتحدة ايو مونا وولايات المتحدة لانه انطرح موضوع المنطقة والحذر الجوي من اول موضوع السوري والمنطقة تحذر جوي جوي بتطلب مشاركة وقيادة امريكية عسكرية لاسباب تقنية يعني الجيوش الاخرى مش قادرة فعلا تعمل منطقة تحذر جوي فهو قرار اميركي بانه متل ما كان بليبيا متل ما كان بشمال العراق ايام صدام والمنطقة الكردية ورئيس اوباما وعندما عرضت القضية عليه اكتر من مرة يقول انا انا تارك المنطقة مني راجع المنطقة اما اليوم فاصبح مجبرا راجع المنطقة فيعني قراراته اللي بدا تكون بتتصور متتالي بدا بنا نشوف شو بدا تكون يعني عم تتطور بسرعة في كان تسريبات من انشي حول الاسبوع بين عن اتفاق بين السعودية وتركيا اذا كان صحيح يعني فهو يعني خطوة ايجابية كبيرة بس تتوقع يكون في اتفاق يعني ما بعتقد بعد الاجواء صعب كتير بين السعودية وتركيا بالاخص حول موضوع تنظيم اخوان المسلمين واللي حصل بمصر وموضوع الاخوان المسلمين بشكل عام اللي السعودية بتعتبره واعتبرته انه خط احمر كبير وعملت يعني ودعمت اللي حصل بسوريا عفوا بمصر وخلافة الاساسة مع تركيا هو يحاول السياسة التركية تجاه مصر التركيا بعدها بتقول انه الرئيس السيسي منه رئيس فعلي وانه لازم يرجع الرئيس المرسي يعني بعدهم بحرب كاملة حول حول مصر اكيد في مصالح مشتركة بسوريا دعم المعارضة وايلا ما هنالك الخلافات اقل بالموضوع السوري ما بستغرب يكون في تعاون لانه اكيد يوجد تعاون بدعم اجزاء واطراف من المعارضة يمكن بردون يتعاونوا تحت رعاية امريكية لتدريب الجيش تحكي عنه الجيش الجديد من خمس تلاف عنصر اللي يمكن تاخد السعودية معظم المسئولية تحاولوه منشوف فاكيد في مصالح مشتركة بسوريا وفي مصالح مشتركة بالنفط والغاز والتجارة وكذا بغير ملفات ولكن بعد الرؤية التركية تختلف جازريا عن الرؤية السعودية بما تعلق بالمنطقة ودور الاخوان المسلمين تماما وموقع مصر بديرش كتير بول سالم على اعطان الله في اليوم شكرا لك وحي الجمهور وان شاء الله خير بالاخص في سوريا شكرا لك اهلا اهلا فيك شكرا لمتابعتكم مشاهدين استوضعكم على امل اللقاء بكم الاسبوع المقبل في سوريا حرة تمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة